بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة هناك أحاديث تستوقف الإنسان لأنها تنطبق على عصرنا اليوم النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا بالفعل وكأنه يعلم ماذا يحدث اليوم لقد سئل حبيبكم عليه الصلاة والسلام عن آية عظيمة في القرآن يقول الله تبارك وتعالى مخاطبا كل مؤمن يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم فقال النبي عليه الصلاة والسلام بل اتمروا بالمعروف طبعا النبي يحدثنا عن عصر يشبه عصرنا اليوم ما سنكتشفه في هذا الحديث نحن نعيشه اليوم أيها الأحبة بل اتمروا بالمعروف ينبغي أن نأمر بعضنا بعضنا بعضا بالمعروف وتناهوا عن المنكر ينبغي أنك إذا رأيت منكرا أن تنهى عنه حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة يعني سبحان الله تجد إنسان شحيح يطاع ذو هوى يتبع وهذا نراه اليوم نرى أن القدوة الحسنة أصبحت من هم؟ هل العلماء؟ هل المفكرون؟ هل العباقرة مثلا على الأقل؟ أصبح لدينا مجموعة من القدوة التي يقتدي بها معظم الشباب مجموعة بالفعل تتبع الهوى تتبع الشهوات تتبع الحياة الدنيا وزينتها ودنيا مؤثرة أي يؤثرون الدنيا يفضلون الدنيا على الآخرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك نفسك ودع أمر العوام يعني لا تتبع الغوغاء يعني إذا كان هناك تسعة وتسعين بالمئة من المجتمع يسيرون في اتجاه خاطئ لا تسير معهم ثم تقول إن هذا هو الصواب من غير المعقول أن أكون فقط أنا على صواب وكل هؤلاء أو أنا على صواب أو أنا على حق وكل هؤلاء على خطأ أو على باطل فالنبي يأمرنا في مثل هذه الحالات أن نتبع الحق نتبع ما أمرنا به النبي عليه الصلاة والسلام وما أمر به القرآن يتابع عليه الصلاة والسلام فيقول فإن من ورائكم فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل قبض على الجمر صلى الله عليه وسلم اليوم في عصر التكنولوجيا الرقمية أيها الأحبة أصبح الصبر شيء صعب الإنسان عندما يقبض عندما تلدغه جمرة يعني تحرق يده هذه الجمرة ويبعد يده عنها طيب إذا أراد أن يقبض عليها كم الأمر مؤلم كم الأمر يحتاج إلى الصبر إلى مشقة الصبر هذه الأيام نعيش شيء من هذا الواقع للأسف الصبر فيهن فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل قبض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر خمسين وأنا هذا الشيء الذي بالفعل أثر أثر بي كثيرا من هو العامل أيها الأحبة الذي يدعو إلى الله ينهى عن المنكر يأمر بالمعروف على الأقل أهله على الأقل يأمر بالمعروف عبر رسالة على الوصاب قلنا ذلك سابقا هذه الدعوة إلى الله من يعمل فيها اليوم له أجر خمسين مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله يعني تصور أن العمل أو الحسنة التي تقوم بها الآن في هذا العصر الصعب تكافأ عليها بخمسين ضعف نحن نعلم أن الحسنة بعشر أمثالها في هذا العصر بخمسين ضعف طبعا قالوا قالوا يا رسول الله خمسين منهم يعني هنا كأن هناك تفضيل للنبي عليه الصلاة والسلام هو يحدثهم عن أيام صعبة جدا من الصعب أن أتمسك بالدين والدعوة إلى الله وحب الخير للناس والصبر صعب جدا فقالوا يا رسول الله أجر خمسين منهم قال خمسين منكم سبحان الله طبعا النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم بعد ذلك أنكم يعني أن الصحابة يجدون على الخير والحق أعوانا وهم لا يجدون على الخير أعوانا أو على الحق أعوانا إذن أيها الأحبة تصوروا أن أحدكم إذا دعا إلى الله وكان إنسانا صالحا والدعوة إلى الله أيها الأحبة ليست بأن تدعو الناس للصلاة والزكاة والصيام هذا جزء صغير من الدعوة إلى الله أنت عندما تتقن عملك وتصدق تصدق الناس ولا تغشهم لا تؤذيهم وتلتزم تعاليم الله هذه دعوة إلى الله أنت تظهر الصورة الصحيحة للإسلام بالنسبة لمن حولك أنت تدعو إلى الله بسلوكك الدعوة بالسلوك من خلال السلوك الحسن أنت عندما تكون أخلاقك حسنة في بيتك وفي عملك ومع جيرانك ومع أهلك هذه دعوة إلى الله لأنك تعطيهم الصورة تحببهم بالإسلام الدعوة إلى الله مجال واسع أيها الأحبة ليست فقط الفقه والتفسير والإعجاز وغير ذلك لا كل إنسان مأمور أن يدعو إلى الله قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله في هذا العصر حيث الإنسان لا يجد من يعينه على هذا الأمر يجد أن معظم الناس يتبعون الدنيا يتبعون الهوى وهوا متبعا ودنيا مؤثرة يؤثرون الدنيا يفضلون الدنيا على الآخرة إعجاب كل ذي رأي برأيه كل واحد لديه رأي ولديه تفكير معين ومعجب بنفسه ويعتبر نفسه على حق وقد يكون هو على باطل الصبر في مثل هذه الأيام الصبر على العبادة والدعوة والالتزام بتعاليم القرآن هذا الصبر له أجر خمسين من الصحابة الكرام لأنه أكد أكد ذلك عليه الصلاة والسلام قال خمسين منكم أي من أجر الصحابة وهل هناك أفضل من الصحابة الكرام هؤلاء الذين رضي الله عنهم في عدد من الآيات رضي الله عنهم ورضوا عنه من رضي الله عنه ماذا تتوقع أن يكون أجره أنت لك خمسين ضعف إذا اتبعت سنة هذا النبي وسنة خلفائه وأتباعه من بعده رضوان الله عليهم إذن أيها الأحبة خلاصة هذا الحديث أنه بشرى من حبيبنا عليه الصلاة والسلام يريد النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي يعني وصفه الله بأنه رؤوف رحيم رؤوف رحيم صفة الرحيم لم تذكر إلا مع الله عز وجل في القرآن 114 مرة وصف بها الله عز وجل ومرة واحدة وصف بها النبي فقط بالمؤمنين رؤوف رحيم هذا النبي الرحيم يشعر بنا نحن اليوم اليوم أنبأ عن حال من يعاني اليوم ويصبر وبخاصة في دول الغرب حيث هناك ضغوط كبيرة جدا عليهم على من يلتزم بالإسلام ويلتزم بالحجاب ويلتزم بتعاليم هذا الدين الحنيف فهؤلاء النبي لم ينسهم بشرهم أن لهم أجر خمسين من الصحابة الكرام كم هذا النبي رحيم صلى الله عليه وسلم لذلك والله لا أجد خيرا من مدح الله له ومن قول الحق تبارك وتعالى في حقه عندما قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا ويرزقنا الصبر ويتقبل منا هذا العمل وينفع به وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته